الكل يسألني عن نظام الفيتك الفي في تي الفي في تي اي شوف صديقي هاي التسميات كلها اختصار لجملة توقيت الصمامات المتغير زين هو من يتحكم بتوقيت الصمامات الكامشفت ونحن نعرف ان الكامشفت العادي يفتح الصمامات بطريقة وحدة لكن هذا النظام من نسمي يقولك انه يفتح الصمامات باكثر من طريقة شلون يعني سيارتك عليها كامشفت مال الشركة من تعوف السيارة واقفة تشوفها مرتاح ما بها زعاج بس من الدوس ما راح ينطيق اداء رياضي فراح تبدل هذي الكامشفت كامشفت رياضي بعد ما تبدله راح تلاحظ ان السيارة تهتز وهي واقفة لكن من الدوس راح تحصل على اداء رياضي فالنظام الفيتك جمع بين الكامشفت الاستوك والكامشفت الرياضي يعني انت واقف راح تشوف السيارة ما بها اهتزازات ومن الدوس راح تحصل على اداء رياضي اسا خلي شوفك الفرق بين الكامشفت والفيتك والعادي بالعادي راح تشوف عمود بيه كامات بمقاس واحد لكن بالفتك راح تشوف عمود بيزوج من الكامات وحدة صغيرة وبصفة وحدة شبيرة الكامات الصغيرة تأثر على الصمامات من يكون الار بي ام ناصي بس من الدوس راح يرتفع الار بي ام وراح تصير الكامات الشبيرة هي اللي تأثر على الصمامات ومع الكامات الشبيرة راح يفتح الصمام اكثر ويدخل خليط احتراق اكثر والمحرك ينطقوها اكثر وطبعا التغيير بين الكامات الصغيرة والشبيرة يكون عن طريق نظام معين وعلى موت تفسهم هذا الشرح لازم تشوف حلقة الكامشيفت قبل هاي الحلقة